هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة بنورها فتبدد وضع الماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بدا في نهجه متفرد بعد البخار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحياكم الله أخواني الكرام وخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى وكالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في كتابه الجامعة الصحيح حيث نبين أهم المعاني والمفردات التي جاءت في هذه الأحاديث ثم نشرع بذكر أهم الأحكام التي احتوت عليها هذه الأحاديث سواء الأحكام الفقهية أو العقدية وغيرها من الأحكام المتنوعة ثم نختم بذكر أهم الفوائد التي احتوت عليها هذه الأحاديث النبوية ونذكر أهم مقاصد سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الأحاديث أخواني الكرام أخوات الكريمات ثواني معدود أن نستمع لهذا الحديث ثم نعود إليكم مرة أخرى فانتظرونا أمر بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله عز وجل قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما قال فتبتغي الأجر من الله عز وجل قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعد أن استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مغصولا في شرح حديث كتاب البر والصلة هذا الحديث حديث الصحابة الجليل عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما بوابه مصنف بقوله باب ترك الجهاد لبر الوالدين وصحبتهما عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سأله سؤال قال فهل من والديك أحد حي قال نعم بل كلاهما يعني الأب والأم على قية الحياة موجودين في هذه الدنيا قال فتبتغي الأجر من الله يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرجل صحابة الجليل فتبتغي الأجر من الله يعني تريد الأجر من الله عز وجل قال نعم قال فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما الله أكبر أخواتي الكرام أخواتي الكريمات لا شك أن بر الوالدين فضله كبير عند الله عز وجل جاءت فيه الآيات وجاءت فيه الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والبر بالوالدين بالوالدين أمر مهم جدا من الأعمال التي تدخل الإنسان الجنة وعكس وعكس البر هو القطيعة قطيعة الوالدين أو عقوق الوالدين والعياذ بالله وهذه كبيرة من كبائر الذنوب قد تدخل الإنسان النار والعياذ بالله كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى كرم المرأة كرم الأب بل كرم الوالدين ونهى عن إدائهما ونهى عن عقوقهما وأمر الرب سبحانه وتعالى بالإحسان إليهما كما جاءت في ذلك بعض الآيات وكثير من الأحاديث أخواتي الكرام لا يخفى عليكم أهمية الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين والجهاد في سبيل الله ومع ذلك فإن بر الوالدين له أيضا فضل عظيم ونجد في هذا الحديث أن بر والدين تم تقديمه على الجهاد وقال العلماء هذا إذا لم يكن الجهاد حاجة ضرورية عند الفرد لذلك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل أحي والدك فقال الرجل نعم فقال له النبي الكريم صلى الله عليه وسلم طبعا في لفظ آخر قال ففيهما فجاهد الله أكبر انظروا إلى تعبير وكلمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ففيهما فجاهد أي فجاهد في بر وحسن صحبة الأب وكذلك الأم بالإحسان إليهما والبر للوالدين وتبذل جهدك حتى ترضيهما هنا الآن مسألة أيضا مهمة جدا هناك من لا يعصي الأب أو الأم ولكنه لا يرضي الأب والأم وهذه تعتبر معصية هذه أيضا تعتبر معصية لذلك علينا أن نجتهد في إرضاء الأب وإرضاء الأم نستأذن الأم تريد السفر تريد أن تعمل عمل معين وطبعا هذا في حدود يعني طاعة الله سبحانه وتعالى وأيضا في هذا الحديث نجد الحث والترغيب على البر بالوالدين وفي هذا الحديث يتبين لنا أن الوالدان هما المصدر الثاني للوجود بعد الله سبحانه وتعالى لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قال أنشكر لي ولوالديك إلي المصير بعد أن تشكر الله عز وجل الذي هو سبب وجودك في هذه الدنيا وتوحد الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى وتحذر من الشرك والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى وتوحد الله سبحانه وتعالى وتوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة الأمر الثاني أيضا تشكر لي الوالدين صيعمهما في هذه الحياة الدنيا الذين أحسن الذين أحسن إليك في هذه الدنيا الأم التي بذلت ما في وسعها من الحامل والولادة والرضاء وتربيتك والخوف عليك والسهر عليك وكذلك الأب الذي رباك وأحسن تربيتك وبذل الأموال وبذل أشياء كثيرة كل ذلك في سبيل أن تعيش في هذه الدنيا معززا مكرما ويراك قد كبرت ورباك التربية الحسنة وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى قال وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأيضا قال ربنا سبحانه وتعالى قالوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن عقوق الوالدين بالإشراك بالله حيث سرد أكبر الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فلنحرص أخواني الكرام أخوات الكريمات على بر على بر الوالد والوالدة بالإحسان إليهما بطاعتهما بأن نرد شيء من الجميل تجاه الأبوين ومن شكر نعم الله سبحانه وتعالى كما بينا شكر الله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى وكذلك أن نشكر صنيع الأبوين لذلك بينا القرآن الكريم هذا البر الواجب علينا قال جل وعلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما الله أكبر ثم قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا عندما تكبر الأم عندما يكبر الأب في عمر الشيخوخة وكبر السن كما يقول العلماء يعني يضعف البصر ويضعف الجسم ويمرض الإنسان في هذه السن فهو بحاجة كبيرة إلى الرعاية بحاجة إلى برك أيها الإنسان أيها الإنسانة فلذلك لا بد من الحرص على بر الأبوين خصوصا عند كبر سن الأب وكذلك الأم ولنحذر من عقوق الآباء والأمهات حتى كلمة أف يجب أن نحذر من هذه الكلمة فما بالكم من يعصي أمه من يعصي أباه ولا يطيع الأب ولا يطيع الأم والعياذ بالله كذلك لا بد من الدعاء للأباء والأمهات كما قال جل وعلا وقل رب يرحمهما كما ربياني صغيرا نسأل الله سبحانه وتعالى من فقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وحسن بر آبائنا وأمهاتنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة ترجمة نانسي قنقر